نقاط القوة للمنتخب السنغالي هو نقاط قوة 11 اللاعب بس اكيد فيه نقاط قوة فنية ونقاط قوة فردية فنية على مستوى الجباية وفردية على مستوى مهارات اللاعبين طيب بالنسبة للمنتخب السنغال هو الجبهة الشمال بتاعتهم فرقة كتير جدا على الجبهة اليمين بنتكلم على ساديو ماني طبعا هو قوة هجومية مش طبيعية على الجنب الشمال عندهم كمان فرديات عالية جدا في السلاسي الهجومي بتاعهم حتى كمان من على الدكة هيفرق قوي معاهم لو زي ما فادي قال لو صار غاب صار البديل بتاعه اللي ممكن يبقى موجود هو ديانج لعيب كويس جدا بس ناس الوقت برضو مش بمستوى صار عندهم كيتا بالدي برضو كان شارك في أول كاس الأمم فعندهم مهارات فردية موجودة في السلاسي الهجومي بتاعهم مهارات فردية عالية غير ان الجبهة الشمال هو التركيز عليها عندهم ميزة كبيرة قوي في الكوار السبت والضربات الرقصية عندنا كوليبالي عندنا شيخ كوياتي فالكوار السبتة بتاعتهم بتمثل خطورة كبيرة قوي غير كده ان السلاسي بتاع الارتكاز عندهم انا شايف ان هم عندهم ميزة وعندهم عيب الميزة طبعا الأساسية ان كلهم الورك ريت بتاعهم عالي جدا التغطية المراكز اللي في الملعب اللي في خط النص عالية جدا بس الناس الوقت برضو السلاسي انا شايف انه ما عندهمش حد في ميزة زيادة شوي يعني ال العمق عندهم عندهمش تزديد مثلا بالنسبة للسلاسي لخط النص ما عندهمش مهارات فردية قوي يعني منكلم على ميندي مثلا في ileستر سيتي منكلم على ادريسة جانجا بنكلم على شيخ كوياتي التلاتة فيزيكلي أقوية قوي أو أقوية جدا بدنيا بس الناس الوقت ما عندهمش مهارات تزديد ما عندهمش مهارات فردية ما عندهمش زيادة هجومية كبيرة هم بيقدروا ان هم يسيطروا على نص الملع فدولة الثلاث مزايا اللي أنا شايفهم من مهارات الفردية على الكورسة بتاع على الورك ريت العالي جدا بتاع خط النص بتاعهم بس الناس في الوقت زي ما فادي قال فيه عندهم نقط ضعف ما عندهمش دكة بودلاء على مستوى الحدواشر اللي عيد هجي لك على نقطة الضعف ولكن برضو نقاط القوة في المنتخب السنة من وجهة نظرك فادي ايه الحاجات اللي المفروض نتعامل معاها في قوة المنتخب السنة طيب احنا دولتي ايه هدفنا من مطش الأولاني جنين اه خلينا يعني ايه نكون واضحين انا عايزين نكونين هنا عشان نروح هناك نبقى الالعصاب مش مشهد انا اهدافي اقلي من كده اهدافي طيب اكتب جول لاك سيب واحد سفر بس سفر اهم حاجة صفر طبعا اهم حاجة سفر اهم حاجة الدنيا الصفر النيه واحد سفر وانا ان شاء الله بإذن ان انا عفت نزبط الدنيا هناك انا بشوف من اقوى نقطة قوة المنتخب السنة بعكس بقى معظم منتخبات الافريقية مفيش منتخب افريقيا عنده اتنين سنتر باكس زي عبدو ديالو وكاليدو كله باتي واحد بلعف نابري واحد بلعف بايرمير مفيش كده مفيش كده تنزف اول صف اول عندك نصف ملعب يعني اتفق طبعا مع محمد انهم ما عندهمش المهارات الزيادة ولكن ده ثلاثي يفسد لك اي حاجة انت عايز عاملها في الملعب فانت بتلازم يبقى عندك خطة بديلة هل ممكن يبقى اعتماد عن عمر السلائف في حتة ديب شوية بحيث انه ما يخشش في مواجهة مباشرة مع الثلاثة دول ممكن تبقى افكار كتيرة يعني طبعا الثلاثة اللي قدام لو غابس معلها سر طبعا ضاف مصلحتنا ولكن برضو يظل بان باديانجل عيب كويس ساد يوماني يعني يظل لكن برضو نمرة تاسع عندهم مش اقوى حاجة حتى لو فامارت زاد يوه اللي هيلعب مش مش الافضل يعني ولكن يظل برضو منتخب يقدر يهددنا لكن عندهم نقطة ضعف او عندهم نقطة ضعف يعني تخالب عندك لايف بارمنخ وطلع نقطة ضعف بونصار ده ده هنا دي الحتة لطلع نقطة ضعف أضعف نقطة فانا في منتخب السهل بونصار باك اليمين دي الحتة لطلع نقطة تستخدمها علشان كده انا بفضل ان يبدأ مباراة هنا تريزي جي تريزي جي يقدر يستغلها يقدر يستغلها ويقدر يعدي فيها ويعمل فيها شغل كويس طيب قبل ما اخش لك على مصر وتشكيل منتخب مصر عشان برضو عندي افكار فيها اتنى اشباعكم فيها انت وترين فيه برضو نقطة ضعف المنتخب السهل ممكن نستغلها بشكل كويس انا شايف ان خطة فاحهم وكورة مش معاهم مش بيقابل بيسيب الكورة والاستحواز الوقت اطول شوية من اي منتخب تاني ما عندهمش القدرة على استخلاص الكورة في المناطق الدفاعية بتاعتهم وهم مضغوطين طبعا الاوقات اللي ممكن يكونوا بيتضغطوا فيها مش كبيرة كمان على مستوى قارة افريقيا بس احنا شفنا ان احنا لما كنا بنمسك كورة عند المناطق بتاعتهم ان احنا ما كناش بنواجه ضغط قوي دفعهم بيتأخر وفي نفس الوقت ما عندوش الاستخلاص بتاعة الكورة فده رقم واحد ان خطة فاحهم مش بالخط الدفاع اللي بيسترجع الكورة بسرعة جدا وما بيخليش الاستحواز اللي فرق لقدامه فاحنا لو قدرنا ان احنا ننقل اللعب شوية خصوصا كمان احنا ننعب على ملعبنا مع ضغط الجمهور فهيبقى في حمى البداية شوية فنقدر نستغل الموضوع ده في خطة فاحهم كمان زي ما قلت لك يا كريم هو فكرة السلاسي بتاع خط النص بتاعهم ان السلاسي ما فيش تهديد منه ما فيش قلق ان حد يسدد من برا ان حد يعدي ويبقى قوة من خط النص تساند خط الهجوم من طبعا العيوب زي ما فادي قالها يا فكرة رقم تسع عندهم مش مميز بالمرة هو اعتمادهم الاساسي على الاجنحة وعلى الجنب الشمال بالنسبة 70% ل30% للجنب اليمين نقطة ضعف واضحة جدا هو بوناثار اللي موجود في بايرن اسما بس ان هو بيلعب في بايرن منخ بس هو مش لعيب اساسي خالص ما بيشاركش تقريبا كتير خالص يعني بنكلم مثلا في السيزن ممكن يكون بيشارك خمس ست مباريات في السيزن ولا واحدة منهم بيكون اساسي فما عندوش حساسية المباريات قوي منتخب قوي جدا ظاهريا بس الناس الوقت برضو هو ما عندوش شخصية منتخب مصر مش المنتخب اللي معروف عنه ان هو بيعرف يكسب المنشاط يعني عبر تاريخه يعني حتى في 2019 قدام الجزائر ما كانش عارف ان هو ياخد المبادرة وهو اقوى من جزائر ساعتها فعندوهم نقط ضعف طبعا اليو السيسي مش المدير الفني اللي ممكن يقلب مباريات ما شفناش السنغال بترجع في النتيجة في اي مباراة من مبارياتها المهمة حتى في مباراة الفاينل قدام الجزائر لما الجزائر احرزت الهدف بتاع الهنجاح واحنا كمان في الفاينل بتاع كاس الامر الاخيرة لو بتتكلم عن المشتوى البدني والالرهاق اللي كان عند منتخب مصر وبتتكلم عن الغيابات العديدة لمنتخب مصر كان طبيعي جدا السنغال تخلص المباراة في الوقت الاصلي وبشهولة كمان بالزبط مليون في المية ورغم كده انت عملتها مع السنغال مباراة ناندي بنك ودالي اكد لك كمان يا كريم ان ما عندهمش دكة بودلاء هم ما استغلوش مثلا في النهاية ما استغلوش غير ثلاث تغييرات بس خلال ماتشاطهم في بطول الكاس الامر ما كانوش بيستغلوا تغييرات كتير لان ما عندهمش حد منع الدكة يقدر يقل بالمباراة الدليل اللي كان بسرعي في الوقت على كلامك يا محمد ان الفترة اللي كان في عندهم غيابات كتير جاية في الدور الاول لاهم متاهلوه بعجوبة لان هما لما اعتمدوا على الدكة هم حتى مش عارفين جيبوا يقول يعني هما جابوا يقول في زنبابوي بالصدفة مزبوط شكل عادل ومعامين تاني فهو لأ دكة عندهم مش اقوى حاجة وتقدر لو طبقت ضغط كواس الـ 11 اللي في الملعب لأ مش هبفي حلول برة تخلص لك القصة يعني للسنغير للسنغير